واجهت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية مناشدة عاجلة إلى المجتمع الدولي وذلك عاقب تلقيها تهديدا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى القدس وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أنها تلقت المطلبة بالإخلاء الفوري للمستشفى الذي يضم أكثر من 400 مريض وحوالي 12 ألف نازح من المدنيين والذين لقوا إلى المستشفى باعتبارها مكان آمن فضلا عن التواقم الطبية طالبت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني طالبت العالم بالتحرك الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزارات جديدة كالذي حدثت في مستشفى الأهل المعمدانية